ضيفي في هذه الفقرة هو أيقونة الكآبة في دراما شهر رمضان بمصر ولكنها كآبة في قالب كوميدي من خلال شخصية عم دياء في المسلسل الكوميدي الواصية الذي يقوم بمطولته الفنانان الساخران أكرم حسني وأحمد أمين ورغم مشاركته في عملين آخرين خلال الموسم الرمضاني إلا أن شخصية عم دياء هي الأقرب للمصريين لدرجة أنها تحولت إلى كوميكس يتدوله الشباب على وسائل للتواصل اجتماعي معي عم دياء الفنان محمد جمعة أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا سعر العجيب أن وجهك ضحك كيف استحضرت كل هذه الكآبة في شخصية عم دياء والله كلنا فينا جزء كبير جدا من دياء جزء كئين فيه جزء من دياء بس بيها تفاوت يعني في حد عنده دياء صغير في حد عنده دياء كبير في حد كله دياء يعني كان من تراكم شخصيات ممكن أكون شفت ده كتير في الحياة يعني أكيد فيه بني قدمين يعني بيكرهوك في نفسك مش في الحياة بس بجانب هل عم دياء فيها جزء منك فيها أنا شخصية نسبة كامل نسبة 30% دياء طب هلنت كنت مقتنع بيها من البداية يعني ولا 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 اشتغلتها يعني اقتنعت بالدور فعلا ولا أنا كنت حابب أغير بعد السنة اللي فات لأن أنا كنت عامل السنة اللي فات المسلسل كان اسمه هازا المساء وكنت عامل شخصية كانت صعبة جدا وكانت مكروها لدرجة صعبة جدا تمام فحد متحرش ومغتص يعني موضوع كان صعب جدا فالسنة دي ده كان آخر حاجة جات لي اللي هو ضية فأنا كنت حابب أن أنا طبعا كون أن أنا أبقى ضيف في حلقة في مسلسل كوميدي ده كان بالنسبة لي بقولي يا ريت أن ده يحصل فلما جالي طبعا كنت مبسوط جدا بس كان عندي مشكلة واحدة بس أن لقيت عم ديق فقلت طب مش بدري شوية أن الواحد يبقى وده كنت هسألك عليه يعني شكلك أصغر بكتير من الشخصية اللي أنت بيتمثلها ما هو أنا في الأول ما كنتش هعملت دور عشان كتب لأنه مكتوب في الورق عم ديق فده يعني دور كبير سنة فأنا يعني ما خفتش يا محمد من ده؟ في الأول بصراحة خفت وبعدين المخرج أقنعني وهو أنا كنت ترشيحي لأستاذ خالي الحلفاء هو المخرج فهو أقنعني بفكرة أن احنا بنعمل مسلسل كوميديا فوارد أن احنا نقول عم ديق لشخص أصغر سنة يعني فده ممكن يبقى في حد ذات هو فالراحة دلوقتي بقت الايقونة دلوقتي مش ديق عم ديق يعني هو هل ده أول عمل كوميديا ليك ولا كان ليك أعمال تانية كوميديا؟ لأ كنت زمان 2005 عملت عمل كان كان فانتيزي وكان عمل حلو جدا ما كانش ليه نصيب أو حظ إن هو تعرض في قنوات مصرية كان اسمه عبد الحميد أكاديمي كان حاجة سركاز ما على ستار أكاديمي يعني فكنا عاملين حاجة مصخرة بس للأسف الشديد ما تعرضت على قناة خالجية ومتعرضت على قناة مصرية هو كان إنتاج مصري ولا كان إنتاج؟ كان منتج منفذ شركة مصرية بس هو كان إنتاج القناة يعني رأسا نجاح شخصية عم ديق في المسلسل في الحلقات السابقة هل دفع المخرج والمؤلف لزيادة مساحته لزيادة مساحته الدور لاستثمار نجاح الشخصية؟ طبعا هم أكيد في استثمار للنجاح الشخصية ده ده طبيعي جدا ولكن فكرة إن إحنا نزود المساحة أنا كنت يعني كنا متفقين إن مش لازم الموضوع يبقى زيادة أو يعني خليه يعني هي دي نفس المساحة اللي إنت كنت تفعلينها نفس الدور أنا ضيف شرف في المسلسل المسلسل أنا فيه ضيف شرف بطل المسلسل هو أكرم حسني أحمد أمين ريم مصطفى دول أبطال المسلسل فأنا أنا ضيف في المسلسل الشخصية أعلمت ابتدينا نعمل شغل بقى عليها أه بس يعني هي بتديت تعمل شغل عليها؟ ابتدينا نعمل شغل في الكيف مش في الكم يعني هو كده كده في الدراما هيبقى فيه حاجة في الآخر مش هقدر أقول تمام؟ ما تقول؟ لا مقدر تمام؟ في مفاجأة يعني في آخر المسلسل على شخصية دي ده تمام؟ بس تصعدت شوية يعني ابتدينا نفرش لها شوية علشان تبقى بشكل كبير ده جي بعد نجاحها من الحلقات الأولى العرض ده جي بعد نجاحها من الحلقات الأولى من الحلقات الأولى والمنتج كريم أو ذكري من أوائل الناس اللي تكلمت فكرة إن إحنا نطور الموضوع بعد نجاحك في الوصية هل جات لك عروض أخرى أدوار أخرى؟ ممكن يكون المخرجين شافوك بشكل مختلف؟ إحنا لسه في رمضان يعني لسه مفيش أي مشاريع حالياً أنا عندي كده كده مشروع بعد العيد فيلم إن شاء الله بس في الوقت ده لسه مفيش الناس مشغولة بالتصوير وكلنا الشغالة يعني مفيش حد فاضي الوقت ومحدش عنده تفكير في مشاريع مستقبلية لسه دلوقتي حالياً إحنا في رمضان إنما كل اللي أقدر أقول عليه إن الحمد لله إن ضياء خرجني من قالب أنا ممكن كنت أتحصل فيه فكرة الشر أو الفيلان عموماً ده خرجت منه ده كويس جداً إنت في مرة قلت إنك في مرحلة لا تجعلك تمتلك رفاهية اختيار الأدوار لأن التمثيل هو مصدر رزقي الوحيد هل تعتبر أن المشاركة في الدراما والسينما وظيفة؟ مش وظيفة ولكن أنا محترف أنا خريج معت فنو مصرحية احترفت تصريح ده تحديداً كان بيتقال لي أنت بتشتغل حاجة تاني فقلت له لأ أنا عنديش شغلة تاني أنا جغلي الوعيد هو الفن هو التمثيل أنا محترف العمل ده وده طبيعي جداً في كل مكان في العالم في ناس محترفة للمهنة دي فأنا محترف المهنة فده مصدر داخل الوحيد داخل المهنة سواء كموسل أو كمخرج مصرحي ده شغل الوحيد فقط ما عنديش فكرة بقى رفاهية الاختيار لما كنا بنقول أنا دلوقتي ما عنديش أو ما قبل أو وقتها يعني وقتها لحد السنة دي أنا هقول لا مرحلة الجاية فيها رفاهية الاختيار طبعاً لو تعرض عليها هيبقى عندي رفاهية اختيار أدوار منما ما قبل ذلك لأن كنت بتسئل ليه وفقت على ده وعملت ده وعملت هل ممكن المخرجين أو المنتجين يشوفوك كممثل كوميدي صاعد ممكن تبقى زي على غرار بايومي فؤاد مثلاً؟ هو بايومي فؤاد ايديال في منطقة تانية هو طبعاً فنم جميل يعني بس فكرة ان ان انت تصنف انا ما حبش تصنيف بس فكرة ان لعبنا كوميدي في حاجة كوميدي ليه لا بس لو موضوع مكتوب بشكل كويس اعمله طبعاً ايه كانت مهلتك قبل ما تدخل الفن؟ انا خلصت سنوية عامة دخلت مهد فنوم مصرحية انا امتهنت الفن من الدراسة يعني مفيش ما كانش عندي حاجة تاني غير الفن يعني انا خلصت السنوية عامة بقى لك كم سنة بتشتغل؟ تقريباً ممكن اقول خمساشر سنة بالشكل الاحترافي يعني خمساشر سنة بقى محمد على الجانب المادي بأدوارك دي هل ما قالك حياة كريمة ولا لسه انت بتسعى في الموضوع ده؟ والله زي ما حاضرتك تقولي كده يعني زي ما بنقولها كده بالبلد المسطورة الحمد لله تقام؟ بس يعني كخلفية اجتماعية انا عندي اللي يقدر يخليني اعيش كويس قبل عامة دياء كنت واجه مألوف يا محمد؟ يعني الناس كانت بتعرفها كله؟ هقولك على حاجة احنا فيها عندنا مشكلة بس يعني ذاكرة الفيديو هي ذاكرة ضعيفة انا ممكن اكون عملت كم مشت في السنمة فممكن الناس تكون عارفاني بالمشاهد بتاعت السنمة وفيه اللي متابع فيديو انا 2009-2010 2008-2009-2010 2008 كنت عامل بطولة مسلسل مع الفنانة يوسرا كنازمو فيت امينة 2009 كنت عامل هانم بنت باشا مع حنان تورك 2010 كنت عامل القطة العامية مع حنان تورك دي ادوار بطولة في العمل ولكن هو كان مرتبط بالسنة خلاص يعني تفتكر ايه لي خلي كل الاعمال دي 15 سنة شغل وانت قلت كمان اعمال مهمة جدا ومتتعلمش مع الناس غير عم دياء هقولك على حاجة لا هو من السنة اللي فات اتعلم بس في حاجة ما بينهم في فترات طويلة جدا انا كنت بسافر برا بس بمثل برضو يعني انا كنت باشتغل يعني سفرت سورة اشتغلت في مسلسلات في الفترات دي اه في الفترات دي سفرت المغرب 2005 اشتغلت بذي يعني في فترة ما بين مثلا 2004 او 2002 مثلا 2005 انا كنت بسافر 2011 بعد احنا الطلبة مثلا عملت مسلسل كان اسمه سيدنا السيد كان دور سوير كان دور كويس بالنسبة انا كنت شايف انه دور كويس وبعدين تقريبا عدت معنديش رغبة النمسة طب انت عمل شخصية عام دياء وهي معلمة جدا مع الناس هل الجمهور بيفصل ما بين شخصية النجم وشخصية العمل اللي بيقوم به؟ الجمهور بيرتبط بالشخصية لدرجة ان انا السنة اللي فاتت في فيضع جماية ده الشخص ده انا في واحدة قبلتني في الشارع كانت هتضربني اللي انخزني مراتي وابني بس يعني الجمهور ما بيفصلش شكرا جدا الفنان المصري محمد جمعة شكرا جزيلا لو انجودك معنا شكرا